موسيقى بعد الصيام امتد 30 يوما تصبح مائدة العيد حتى تن يجمع العائلة لكن جمعية دارلورد ببروكسل قررت تجهيز مائدة في قلب بلجيكا تجمع الأجانب والأشخاص من مختلف الجنسيات والأديان ذلك لمشاركة فرحة عيد الفطر مع عدد كبير من المسلمين وغير المسلمين وهي المبادرة الثانية من نوعها كما أشارت رئيسة الجمعية السيدة نجات سعدون نجات سعدون من الاسوسياشون دارلورد ببروكسل هذا عيد الفطر دينا وهذا حفلة مهمة بزفن المسلمين وغيرنا في قلب بروكسل من أوروبا في بروكسل في قلب بلجيكا وغير مهمة بزفن المسلمين وغير المسلمين وغيرنا في القلب بزفن المسلمين وبشاركة على رمضان وغيرنا في قلب بشاركة المسلمين ويكون هفل في قلب بالدين بيننا وهما يكون بزفن المسلمين على قلب بزفن المسلمين المترجم في القررات في القرارة التعليقات بالطبع خبرية لأننا نريد أن نشرح لكم مع نامين وممائن وم Dafق ومصبع المستقبل ومسلمين بشكل جميل وما خطى الاشتراك لقد خذنا وطورنا لدينا جميلة وإذن نرى للم formallyكموا التخليل الخورج للغامر إنه ألحب في النتائج ونفعلنا الكثير من المسلمين لأننا مكتبون طبعنا ومع نجانع مدني ومن المسلمين ويوجدن بعضنا أيها الفئة والتخليصة التي تتخلقنا إلينا نفعلنا الكثير من صغير كل عدة محدودنا لنفعلنا كل شبكاتنا ونفعلنا كل مباشرة لدينا ريزو كبير كنا في القلب بروكسل مهم بزاف هذا العام الثاني اللي كنا نعملو هنا في هذه الفلسة كنا نطلبو اوطوريزازيون كي عطيوهنا وفي العامات اخرى كنا كنا نعملوها صغيرة حفلة في اللوكال او الصالة هذا العام بزاف دجوا مع الحمد لله حتى هم حتفلوا في الكارتير الحفلة هذا من الضم غيء بالممبر دل ASOCIATION نحن يحتاج دعم مع الماما كي يحتمش مطاع لذلك تقوير تقوير دعمتلاء خلواء وهنا الاعليم اللوكال مجال لذلك تقوير واضح سورة Burgسل إنما تكون على الرغم استخدم كنا نزل على الإستخدام ونشك تقوير طرح على الله بشكل عامل ما نريد أن نتشارعه في مصدر ما قد نشارعه في مشاهدين وبالتالي ، هذا هو مبارك العام الذي نشارعه على سبيل مرحلة ونشارعه للعام المرحلة. نقوم بمعذر عن عيد مبارك عيد ، لأنهم عملون بأسساط المسلمين في كل مدارات المسلمين جمع غفير من الجمهور في ساحة لاموني ما خلق مساحة للحوار والاندماج فقد اكتشف الأجانب الأكلات والحلويات المغربية حيث لقيت إقبالا مكثفا قد كان كل شيء حاضر من إطلاق البالونات الهوائية وغيرها ما أعطل المناسبة طعما آخر بالمعنى الحرفي للكلمة وقد أعجب الأجانب الأكل المسلمين بهذا الإحتفال ومشاركة المسلمين معهم فرحة عيدي الفتر جميلة 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 وعن المسلمين بالمهجر حيث عززت من روابط الأخوة والمحبة بين الناس جميعا حاملتان راية السلم والأمان اشتركوا في القناة